والأهم يا فارس احنا عايزين نعيد الانضباط للكرى المصرية عايزين فعلا نتكلم كورا عايزين جامهرنا تحضر عايزين الدور بتاعنا يبقى له شكل مختلف تماما لان الناس بلقت كمان تشكك في فكرة ان رغم ان عقوبة شيكبالا مش اقاف لا كمان طلعت ناس تشكك هل يا ترى هو شيكبالا الكاس ده تبع المسم القديم هل هو تعاقب على الليحة القديمة ولا تعاقب على الليحة الجديدة طب تعالوا نشوف السؤال الاستاذ شادي عيسى اوجهه عن عقوبة شيكبالا ونرجع تانى نعقب عليه عقوبة شيكبالا ان اخطأ شيكبالا يعقب مفيش مشكلة لكن انت لا نعرفه وعرفش بك في حاجة جديدة حصلت انه اللوائح بتمضي على الليحة مع بداية كل موسيقى اللوائح العقوبات كل نادي بيوقع لها بتاعت الاتحاد غير بقى اللوائح الخاصة بتاعت كل نادي بيوقع لها هل من ضمن الليحة انه السوشيال ميديا فيديوهات السوشيال ميديا يتم العقاب عليها ما اعتقدش ما مش موجودة وبالتالي احنا كان الكاس البصر ده موسيقى اللي فات مش موسيقى القديم يعني الليحة الموسيقى اللي فات هي الحاكمة فهل هي موجود فيها البند انك تعاقب لعب على فيديوهات ما جاتش من مصر الاساسي لو تفزوهم مصر سالشادي حابين نعرفك لو اشتغلنا على الليحة القديمة بما ان كاس مصر تبع الموسيقى اللي فات فياقوبة شيكبالا هي اقف مبرارتين لان اللي عامر ده سلوك غير رياضي لكن لو انك لايحة قديمة ولا لايحة جديدة فعايزينكم تصطفوا مع بعض كده نسمع لأستاذ صحفي برضو في نفس البرنامج أستاذ عبدالشافي قال ايه عن موضوع برضو لايحة كاس مصر وهو طبع مسم قديم ولا مسم جديد ونرجع تاني مع بعض حاسم رألي من الورقة هقرألك من الورقة يدير الاتحاد المصر كورتقادة مسابقات سنوية يطلق عليها مسابقة الدوري الممتاز مايشي؟ اقسام متعددة ومسابقة كاس مصر ومسابقة كاس السوبر المصري المادة ستة وعشرين يعني حضرتك بتعمل مسابقة لها بداية ولها نهاية انا جايب لك على الشاشة لها بداية ولها نهاية المادة كام؟ ستة وعشرين المسابقات ما قالش اللي هي التلات بطولات السوبر والدوري والكاس دول اللي هم بداية ونهاية انما تربط للمسابقات بفتح القيد وقفل القيد حضرتك أنت بتدهز اللوايح المادة 30 اللي بتفضح كل الكلام اللي قاله مبارح وقالك الانظارات تتشيل وده كلام باطل والمفروض يتحاسب رئيس لك المسابقات المادة 30 هي عالشان بتقول لي بقى المادة 30 تجمع حالات الانظارات والطرد التي توقع في مسابقات الدور العام خليك ركز معي خال مسابقات الدور العام وكاس مصر وكاس السوبر كمسابقة وحدة التلاتة مسابقة وحدة ماشي ويوقف اللعب الذي يطرد من المباراة في أول مباراة تالية للمباراة التي طرد منها أو استكمال عدد الانظارات المقررة لوقفه في أي من تلك المسابقات يعني حضرتك خط انظارات ثلاثة انظارات في الدورة تتوقف في السوبر ثلاثة في الكاس تتوقف في الدورة تتوقف في السوبر تتوقف في الدورة ثلاثة في الدورة تتوقف في الكاس الكلام اللي قاله المهادس عامر حسين له كل التقرير والاحترام لا يتفق وصحيح الليحة اللي وفقت عليها الأندية هل حضرتك عملت لايحة تفصيل من عندك وطلعت قول كلام غير الموجود طب ايه خلافه في الكلام ده ما هو قالك برضو قالك الانزارات اللي خدها السولية ورمضان الصبحي دي ترفعت عشان بدأينا موسم جديد حضرتكم عايزين اي لايحة عايز اللايحة القديمة ولا لايحة جديدة المشكلة دي حصلت لما كان رمضان صبحي خد انزار هو عمر الصلاية طلع اعلام نادي الزمالك قال ان المفروض يتوقفوا في مبارات السوبر طب لو حضرتك عايز تطبق اللايحة القديمة بما انك متأكد ان فكرة كاس مصر ينطبق هذه اللايحة القديمة حيبا اقولك ان طرق حامد وفرجاني ساسي لعب مبارات للتحاد السكندري وهم عندهم ثلاث انزارات ومشاركة الاتنين العيبة تبت المسابقة فيصبح بطل كاس مصر مش نادي الزمالك ويصبح كاس مصر باطل فياريت تصطفوا مع بعض عايزين تشتغلوا على اي لايحة وعايزين كاس مصر دا يشتغل اي لايحةgrass لايحة قديمة ولا لايحة جديدة وعايزين ايقاف لعيبة ولا عايزين شيكبالا يتوقف مباراتين ولا عايزين ايه بالزبط اتكلموا بعد ودونا اللايحة التي انته عايزين تشتغلوا عليها علشان احنا نتعامل من خلالها اعتقد نقفل باب شيكبالا وكنا حابين نوضح كل التحية والتقدير لكل من يحترم النادي الاهلي أما من لا يحترم من نادي الأهلي فواجب علينا الرد والتوجيه بكل حب وبكل احترام برضو من قبل أعلام جميع النادي الأهلي وننتقل لإجابة سؤال